خلينا بدأ مع حضراتكم من القمة الأمريكية الأفريقية في واشنطن ولو أننا لن نتحدث عنها كثيرا عشان نتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله مع الأستاذ أحمد المسلماني إنما هذه القمة اللي انطلقت النهاردة وبيحضرها ممثلي أغلب الدول الأفريقية نظمة المجتمع المدني والقطاع الخاص والمسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية وممثلي الاتحاد الأفريقي هذه القمة هتستمر لمدة ثلاثة أيام انطلقت النهاردة وهتنتهي يوم 15 ديسمبر أي بعد يومين واللي دعا فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن حوالي 49 رئيس دولة وحكومة أفريقية الولايات المتحدة الأمريكية حطت الأجندة وقالت إن المستهدف من هذه القمة تسع مستهدفات أو تسع أهداف واحد المشاركة الاقتصادية الجواها ما له علاقة بتبادل تجاري وتعظيم حجم الاستثمارات المتبادلة ما بين الدول الأفريقية والولايات المتحدة الأمريكية البندل تاني الأمن والسلم تلاتة الديمقراطية وتعزيز الديمقراطية ملف حقول إنسان ملف الصحة ملف الأمن الغذائي ملف تغيير المناخ ملف إشراك المختاربين التعليم والقيادة الشبابية إعلاء الأصوات الأفريقية في المحافل الدولية والحقيقة إنه في ما يخص إعلاء الأصوات الأفريقية في المحافل الدولية في ضوء ذلك يمكن البيت الأبيض وعدد من المسؤولين في ألوات المتحدة الأمريكية وأشار لذلك أيضا صحف عديدة منهم وكالة أسوشياتي بريس وعدد من المواقع الأخرى زي واشنطن بوست على سبيل المثال اللي قالوا إنه خلال هذه القمة الأمريكية الأفريقية الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لانضمام الاتحاد الأفريقي بشكل دائم إلى مجموعة العشرين الجي توينتي جي توينتي قبيل انطلاق هذه القمة الحقيقة إنه كان فيه تصريحات لجيك سوليفان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض اللي أكد إنه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه القمة تؤكد تقديم 55 مليار دولار لأفريقيا على مدى 3 سنوات المقبلة لمواجهة التحديات الأساسية الموجودة في الوقت الراهن وقال إنه قمة الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا أسسها لاعتراف بأن أفريقيا لعب جيو سياسي رئيسي كما ستشكل القارة مستقبل ليس فقط الشعوب الأفريقية ولكن العالم ده يمكن في ضوء هذه القمة والتصحات قبل انطلاقها والانطلقت النهاردة وهنطلع حضراتكم على تفاصيلها نكمل عليها بالتفصيل مع الأستاذ أحمد المسلمين إنما يقدر الإشارة أيضا إلى أنه هذه القمة الأمريكية الأفريقية والأفريقية الأمريكية تأتي بعد 8 سنوات من العقاد الأولى والرئيس الأسبق باراك أوباما منذ هذا الزمن من 2014 لم تعقد هذه القمة مرة تانية ويمكن كان في توصيات وقتها متابعتها ما كانش بشكل كبير خصوصا أنه العلاقات الأمريكية الأفريقية في وقت الرئيس السابق دونالد ترامب كانت علاقات طيبة إنما لم يكن ملف أفريقيا حاضر وبقوة في أجندة دونالد ترامب فبعض الصحف الأمريكية النهاردة بتتكلم على أنه جو بايدن الرئيس الأمريكي الحالي بيعالج هذا ويعيد القرى الأفريقية إلى الاهتمام الموجود داخل واشنطن من خلال هذه القمة حتى أنه جيك سوليفان قال كمان أنه تم تعيين أو يعني بصدد أنه يتم تعيين مسؤول أمريكي عشان يتابع تنفيذ التوصيات اللي هتخرج وهتنبثق عن هذه القمة